المزيد من التفاصيل نتابعها مع محمود جميل مراسل التلفزيون المصري أهلا بكم وبكل أستاذ المشاهدين أرحب بحضراتكم من مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تبعنا مراسم تسلم شهادة الهرم الأخضر التي سلمها المركز المصري لبحوث الإسكان والبناء وهو أحد المراكز التابعة لوزارة الإسكان هذه الشهادة التي تم منحها اليوم لوزارة التضامن الاجتماعي نظرا لجهود الوزارة في مواكبة التحول للأخضر وإنشاء المباني الصديقة للبيئة وهذه الشهادة تمنح للمؤسسات التي تتعاون مع المركز في مواجهة التغيرات المناخية وإنشاء المباني الصديقة للبيئة تسلمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي هذه الشهادة اليوم نظرا لتنفيذ توجهاتها بإنشاء الحضانة المجتمعية في قرية غرمي في مدينة سيوة بمحافظة مطروح هذه الحضانة التي تقدم خدماتها للأطفال وهو أحد المهام التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي وهذه الحضانة مبنية بالكامل على الإنشاء أو الخاص بالصديق للبيئة من حيث الخشب الجذورين أو بعض الأنظمة الأخرى أيضا سواء الأنظمة الخاصة بالطاقة أو غيرها كل هذه الأنظمة هي صديقة للبيئة وهذه الحضانة يمكن نقلها من نقطة إلى أخرى في سيوة وهذا ما أكدت عليه وزارة وزيرة التضامن الاجتماعي أنه خلال الفترة القادمة سيتم دعم كل الأفكار التي تدعم إنشاء المباني الصديقة للبيئة تحديدا في المحافظات الحدودية ثم أيضا في باقي المحافظات هذه هي كل التفاصيل الخاصة بتسليم هذه الشهادة اليوم لوزيرة التضامن الاجتماعي وتشجيع أيضا كل المشاريع الخاصة وهذا ما أكد عليه رئيس مجلس إدارة المركز المصري لبحوث الإسكان والبناء على تشجيع كل المؤسسات والجهات الحكومية التي تريد أن تقدم كل المباني الخاصة الصديقة للبيئة سيتم دعم هذه الأفكار وتقديم هذه الشهادة لمن تتناسب وتتوافر المعايير الخاصة به في هذه النقطة تحديدا هذه هي التفاصيل والعودة إليكم في الستوديو مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر